مجلس إدارة نادي الزمالك قرر عقد جلسة مع محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق لمنقش التجديد عاده الزمالك بجهز كل حاجة لأبو جبل حتى الأمور المالية وتم وضع أرقام مناسبة لللاعب بعد طبعا تقلقه الكبير في كأس الأمر الأفريقية عاد أبو جبل ينتهي بنهاية الموسم الحالي وبالتالي هو في هذه اللحظة في هذه اللحظة أو يعني من كم لحظة يعني في يناير اللي فات كان يحق له التوقيع لأي نادي بس أعتقد أنه الأنسب لأبو جبل أنه يكمل مع الزمالك أجاد مع الزمالك يتقلق مع الزمالك ويعمل شغل مع نادي الزمالك عشان هو حارس كبير وحارس مهم جدا وزي ما الزمالك فرق معاه في مستوى في هذه البطولة يكمل مع الزمالك طبعا لو العقد مناسب أو العرض مناسب للطرفين